في شباك هاشتاج لليوم نرسل تفاعل الأردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي مع مراسلنا في عمان ليثا لشبور أهلا وسهلا بك ليثا ومسائل خير البداية بعلامات الثانوية العامة التي أحدثت صدمة في الشارع الأردني هذا العام بعد حصول 78 طالبا على علامات 100% وهو ما يعد سابقة تاريخية في البلاد ماذا بهذا الشأن؟ بالفعل ندين مساء الخير في البداية لك والمشاهدين الكرام يعني موضوع التوجيه أو الثانوية العامة في المملكة يعني هو دائما كما يسمى في اللهجة العامية بعض بالنسبة لبعض الطلاب وبالنسبة لأولياء أمورهم أيضا لكن حصول 78 طالب على العلامة الكاملة 100% كان شيء مثار تندر للكثيرين خاصة أن خلال السنوات الماضية وعلى مر تاريخ الثانوية العامة في الأردن لم يحصل طالب على علامة 100% كانت لربما دائما الأول على المملكة يعني يصل بصعوبة إلى 99% أو أحيانا في بعض السنوات التي يعني تصنف بأن أسئلة امتحاناتها صعبة كان يصل إلى 98% فقط لكن اليوم هذا الموضوع أثار جدلا كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة أن هذا العام كان استثنائي بامتياز بدأ بإضراب معلمين استمر لمدة عام وانتهى بكورونا الذي كان سببا في تغيب الطلبة عن المدارس الطلبة الثانوية العامة تحديدا لمدة تزيد على ثلاثة شهور فتساءل كثيرون هل اليوم قامت وزارة التربية لربما بتسهيل الامتحان ووضع أسئلة لربما ميسرة للطلبة لذلك حصلوا على ذلك أم أن هناك مراعا لظروف الطلبة وأهاليهم بسبب الوباء وبسبب الإضرابات التي حصلت في بداية العام وزارة التربية ردت على كل هذا الكلام وقالت أنها أبدا لم تراعي أي طالب ولم تقم بإعطاء علامات جزافا بل كانت جميع الأوراق صححت ضمن عدل ومساواة وراعت الفروق الفردية ما بين الطلبة ما بين المتفوقين أو الجيدين أو المتوسطين وقالت كذلك أن السبب والمبرر لحصول 78 طالب على علامة 100% وهو كما قلنا سابقة تاريخية في المملكة بسبب أن الأسئلة كانت جميحة وفي كل المباحث اختيار من متعدد أي موضوعية ولم تكن أسئلة إنشائية تحتمل كثير من الخيارات أو تحتمل خطوات حل يعني ممكن أن يصل الطالب فيها إلى خطأ نحوي أو خطأ تحريري وما إلى ذلك لذلك اليوم يرى كثيرون أن ما قامت به وزارة التربية خاصة إذا كان في بعض القاعات نوع من الغش دعين يسمي نادين يعني كان سببا في ظلم بعض الطلبة المتفوقين وخاصة أن هذا أيضا سيكون سببا في رفع معدلات القبول في الجامعات والذي سيبدأ الأسبوع المقبل وهذا الالتحاق سيكون سببا في رفع معدلات الطب والصيدلة وطب الأسنان والهندسات بجميع أنواعها لربما الطلبة الذين حصلوا على معدل 97% أو 98% لن يستطيع الحصول على تخصص الطب في الجامعات الرسمية ممكن أن يلجأوا إلى الجامعات الخاصة والدراسة على حسابهم أو حساب أهاليهم لذلك اليوم هاشتاغ ووسم توجيهي يعني ما زال ترند حتى اللحظة على مواقع التواصل الاجتماعي دعينا نقرأ بعض التغريدات على هذا الهاشتاغ نبدأ بسقر سقر يقول الحمد لله 99.6 بالعشرة يمكن يطلع لتنسيق زهور بالطفيلة في إشارة إلى أن هذا المعدل ممكن أن لا يكون سببا في قدرته على حصول على تخصص بالطفيلة في إشارة طبعا إلى جامعة الطفيلة في جنوب المملكة أما عبد العزيز يقول اللي جاب أقل من 90 يعتبر الحاله راسب من الآخر خاصة أن الوزارة قالت نادين أن من حصلوا على معدل 90 فما فوق تجاوز العشرة آلاف طالب وهو رقم كبير جدا أيضا دانيال يقول أو تقول عفوا فخور ببنت خالتي جابت الأولى على المملكة بالأدبي مع ظروف أقسم بالله بالدمر إذا انحطيت فيها قبل سنتين تقريبا أمها اللي هي خالتي كان عندها سرطان بعيد الشارع عن الجميع وربنا يشفي جميع المرضى توفت ربنا يرحمها فهذا لحاله دمار نفسي أنك تخسر أمك أنا متأكد الآن بتكون فخورة فيها أما دعاء بتقول البشرية جمعاء نجحت بالتوجيه هذا العام وأخيرا إلى ياسمين ياسمين غردت قائلة والله من كثرة تخبيص اللي بالبلد صرت أشك بحالي أني بالأردن وبالنسبة لواحد وسبعين طالب جابوا المية هذول اتفقوا أو تفوقوا على أينشتاين صراحة مش مستغرب العلامات العالية جدا هالسنة لأنه صار بدنا مصاري فلازم نعبي الجامعات طلاب على حد قول ياسمين هذا الاشتاغ الأول يقول إن هذا جميل الطلاب يتفوقون وفي موضوعنا الثاني الوسم الثاني هو أسبوع الشعب الأرضي هذا الاشتاغ أطلق للمطالبة ببعض الحريات العامة ما هي حيثيات هذا الموضوع ليس دعيني أسميها نادين صحة تسميتها كذلك بأنها حملة إلكترونية وكانت قد وصلت عدد التغريدات فيها إلى الآلاف وهذه الحملة أطلقها ناشطون وتطالب بالسماح بمجال أكبر لحرية التعبير والرأي والانتقاد وسماع الرأي الآخر خاصة بعد الحديث من قبل الكثيرين أن الحكومة مؤخرا وخاصة بعد قضية المعلمين قامت بقمع الحريات وقامت بالتعامل بسلطوية نوعا ما مع عدد كبير من الناس وهذا ما حصل على حتى وسائل التواصل الاجتماعي استخدم قانون الجرائم الإلكترونية وكان سببا في اعتقال البعض على بعض البوستات أو المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي والتي كما يرى كثيرون بأن هذا حق للجميع يعبر عن رأيه سواء بالكتابة أو بالقلم أو حتى من خلال التعبير من خلال البث المباشر على هذه الوسائل لكن الحكومة قالت أنها ما زالت تسير وفق القانون من يعبر عن رأيه وفق القانون يعني لا يتم مساءلته قانونيا ولا يعرض نفسه لمساءلة لكن من تم اعتقاله خلال الفترة الماضية فهم تجاوزوا القانون بالتعبير عن الرأي وقالت أن نعم حرية التعبير عن الرأي في الأردن كما قالت الحكومة سقفها السماء لكن بالمقابل هناك حدود وخطوط حمراء لا يمكن تجاوزها من أي شخص ومن هذه الخطوط كما قالت المحاولة إثارة الفتن أو النزاعات الطائفية والدينية في البملكة وهذا كما يرى كثيرون أنه لم تتطرق إليه لا الأحزاب ولا النقابات ولا حتى النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الموضوع بل كانوا حياديين في كثير من الأمور وكانوا يطالبون ببعض الحريات والتي من أهمها حرية الرأي والتعبير نقرأ بعض التغريدات على ما أسموه النشطاء أسبوع الشعب الأردني فارس يقول الشعب هو صاحب الكلمة وحقه بالمطالبة باسترداد حقوقه ومقدرات الوطن هو حق شرعي كفيله له الدستور محاربة حرية الشعب بالأسليم التشويهية والترويجية واستخفاف العقول ومخاطبة العاطفة هو دليل ضعف مواجهة واعتراف الحقوق أما محمد يقول ولأننا مؤمنين بحقوقنا ومطالبنا الشرعية ولأننا مؤمنين بأن الشعب هو مصدر السلطات ولأننا مؤمنين بخطاب البلك بضرورة الإصلاح ورفع الصوت الإصلاحي للشباب الأردني نطالب بأسبوع الشعب الأردني أما أذيب يقول استرداد الشرعية يعني أن يعود الحق لأصحابه الذين يمثلون بشكل شرعي شريحة كبيرة ومتنوعة من الشعب الأردني وأخيرا حساب اسم العبابن يقول إذا كنت جبانا وترى أن المطالبة بحقوقك المسلوبة من النخبة الحاكمة تهديد لأمن الوطن وسلامته أو هذا ما أوهموك به فعلى الأقل لا تكون عائقا أمام الأحرار وتردد أسطوانة الإخوان التي لقنتك إياها الحكومة هذا الهاشتاغ الثاني نادي شكرا جزيلا لك ليس لشبور مرسلنا في عمان على هذه الوقفة شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة